الأرجوزة ذات الأمثال لأبي العتاهية إسماعيل بن القاسم رحمه الله الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره الحمد لله بحسن صنعه شكرا على إعطائه ومنعه يخير للعبد وإن لم يشكره ويستر الجهل على من يظهره خوف من يجهل من عقابه وأطمع العامل في ثوابه وأنجد الحجة بالإرسال إليهم في الأزمون الخوالي نستعصم الله فخير عاصم قد يسعد المظلوم ظلم الظالم نستعصم الله فخير عاصم قد يسعد المظلوم ظلم الظالم فاضلنا بالعقل والتدبير وعلم ما يأتي من الأمور يخير من يدعى لدى الشدائد ومن له الشكر مع المحامد أنت إلهي وبك التوفيق والوعد يبدي نوره التحقيق حسبك مما تبتغيه القوت ما أكثر القوت لمن يموت إن كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الأرض لا يغنيك البقر فيما جاوز الكفافة من عرف الله رجا وخافا إن القليل بالقليل يكثر إن الصفاء بالقذى ليكدر يرب من أسخطنا بجهده قد سرنا الله بغير حمده من لم يصل فرض إذا جفاكا لتقطعن للهوى أخاكا العنز لا يسمن إلا بالعلف لا يسمن العنز بقول ذي لطف الله حسبي في جميع أمري به غنائي وإليه فقري لن تصلح الناس وأن تفاسد هيهات ما أبعد ما تكابد الترك للدنيا النجاة منها لم تر أنهى لك منها عنها لكل ما يؤذي وإن قل ألم أطول الليل على من لم ينم ملاح في عارضه القتير فقد أتاه بلبل النذير إن اختفى ما في الزمان الآتي فقس على الماضي من الأوقات من جعلنا ما معينا هلكا مبلغك الشرك باغيه لكا يغنيك عن قول قبيح تركه قد يوهن الرأي الأصيل شكه لكل قلب أمل يقلبه يصدقه طورا وطورا يكذبه والمكر والخب عداة الغادر والكذب المحض سلاح الفاجر لم يصف للمرء صديق يمذقه ليس صديق المرء من لا يصدقه معروف من من به خداج مطاب عذب شابه عجاج سامح إذا سمت ولا تخشى الغبن لم يغل شيء هو موجود الثمن من عاش لم يخل من المصيبة وقل ما ينفك عن عجيبة يطالب الدنيا بدنيا الهمة أين طلبت الله كان ثمه يوسع الضق الرضا بالضيق وإنما الرشد من التوفيق أستودع الله أمور كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها ما أبعد الشيء إذا الشيء فقد ما أقرب الشيء إذا الشيء وجد يعيش حي بتراث ميتي يعمر بيت بخراب بيتي صلح قرين السوء للقرين كمثل صلح اللحم والسكين ما عيش من آفته بقاؤه نغص عيشا طيبا فناؤه إنا لنفنا نفسا وطرفا لم يترك الموت لإلف إلفا وللكلام باطل وظاهر في ساعة العدل يموت الفاجر علمت يا مجاشع بن مسعده أن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة يا للشباب المرح التصابي روائح الجنة في الشباب إياك والغيبة والنميمة فإنها منزلة ذميمة ليس على ذي النصح إلا الجهد والشيب زرع حان منه الحصد والغدر نحسن والوفاء سعد والغدر نحسن والوفاء سعد هي المقادير فلمني أو فذر تجري المقادير على غرز الإبر إن كنت أخطأت فما أخطى القدر إن الفساد بعده الصلاح يا رب جد جره المزاح ما تطلع الشمس ولا تغيب إلا لأمر شأنه عجيب لكل إنسان طبيعتاني خير وشر وهما ضداني إنك لو تستنشق الشحيحة وجدته أخبث شيء ريحة عجبت لما ضبني السكوت حتى كأني حائر مبهوت كذا قضى الله فكيف أصنع والصمت إن ضق الكلام أوسع نعوذ بالله من الشيطان ما أولع الشيطان بالإنسان خير الأمور خيرها عواقبة من يرد الله يجد مذاهبة لكل شيء أجل مكتوب وطالب الرزق به مطلوب لكل شيء سبب وعاقبة وكلها آتية وذاهبة يا عجبا ممن يحب الدنيا وليس للدنيا عليه بقيا الصدق والبر هما الوقاء يوم تقوم الأرض والسماء ما أسرع الموت وإن طال العمر وربما كان قليلا فكثر مسرة الدنيا إلى تنغيص وربما أكدت يد الحريص ما هي إلا دول بعد دول تجري بأسباب تأتى وعلى المصاحب الدنيا بمستريحي والداء داء النهم الشحيحي لم نر شيئا يعدل السلامة لخير فيما يعقب الندامة بحسبك الله فما يقضيك وما يهونه من الأمر يهن كم من نقي الثوب ذي قلب دنيس والموحش الباطل والحق أنيس تحر فيما تطلب البلاغة واغتنم الصحة والفراغة المرغ يبغي كل من يبغيه وكل ذي رزق سيستويه وكل شيء عجب من العجب وكل شيء فبوقت وسبب دنيايا يا دنيايا غر غيري إني من الله بكل خيري دنيايا يا دنيايا غر غيري إني من الله بكل خيري لتترك المعروف حيث كنت واعزم على الخير وإن جبنت الحمد لله كثيرا شكرا الله أعلى وأعز أمرا يعاشق الدنيا تسل عنها ويل على الدنيا وويل منها ما أسرع السعات في الأيام وأسرع الأيام في الأعوام للموت بي جد وأي جدي ولست للموت بمستعدي هل أذن تسمع ما تسمع قوارع الدهر التي تقرع الحمد لله الكثير خيره لم يسع الخلق جميعا غيره من يشتك الدهر يطل في الشكوى الدهر ما ليس عليه عدوى لم نر من دام له سرور وصاحب الدنيا بها مغرور أفلح من كان له تفكر ما كل ذي عش يرى ما يبصر ما أكره الإنسان للتفضل وإنما الفضل لكل مفضل رب لك الحمد وأنت أهله من لزم التقوى أنار عقله ما غاية المؤمن إلا الجنة تبارك الله العظيم المنة يا عجبا للليل والنهار لبل لساعاتهما القصاري يا عجبا للليل والنهار لبل لساعاتهما القصاري